اشتركوا في القناة لدول الخليج العربية لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمال الوزراء والمتعلقة بتعزيز التعاون الخليجي في المجالات المرتبطة بالمحافظة على البيئة والتغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية وخلال الاجتماع اكد سعادة الدكتور بن دين على اهمية الانجازات التي حققتها مسيرة العمل المشترك للمجلس معربا سعادته عن تبنياته لدول المجلس بتوفيق والسداد لنهوض بمسيرة العمل البيئي المشترك نحو مستقبل مستدام لاوطاننا وشعوبها هذا واقر اصحاب المعالي وسعادة الوزراء خلال الاجتماع جملة من القرارات لتعزيز العمل البيئي المشترك ومن ضمنها الاستمرار في متابعة تنفيذ قرار المجلس الاعلى المتعلق بالتوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020 وتنفيذ قرار المجلس الاعلى الخاص بالقيود غير الجمركية وفق دليل فسح البضائع الاجنبية الموحدة في نقاط الدخول الاولى في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي كما اكد الاجتماع على اهمية توحيد المواقف بين دول المجلس خلال المفاوضات في اتفاقية الامم المتحدة الايطارية لتغير المناخ واتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون وبروتوكول مونتريال للمواد المستنزفة لطبقة الاوزون تم مناقشة العديد من العمل خليجي المشترك وطرعنا بنتائج وهمها دعم المبادرة السعودية للشرق الاوسط الاخضر واستضافة الاخوان في دولة الامارات العربية الشقيقة لاجتماع قمة المناخ القادمة الستة وعشرين ان شاء الله في الفين وثلاثة وعشرين وكان نتائج الاجتماع تطوير التعاون الخليجي المشترك التنفيذ المشاريع عن طريق مكتب يونب اللي موجود في مملكة البحرين عندنا خمس مشاريع استراتيجية وكذلك تم مناقشة اطار التعاون في التفاقيات المشتركة وبين دول الشقيقة من ضمن المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية للتعاون بين دول مجلس التعاون وهذه الدول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر